إذن مستغلين حمستهم دينية أو وضعهم الاقتصادية المزري والنقمة على الفقر وصولا إلى المظلومية الأمنية مخطط يرسم في الأفق لأبناء بعض المناطق اللبنانية وتحديدا طرابلس الشمالية والنتيجة تجنيد شباب لبنان وإلحاقهم بداعش في العراق نعم شبح داعش يخيم مجددا على طرابلس والوسائل عديدة عروض عبر تطبيقات كالتليجرام والفيسبوك للعمل في العراق بمرتبات تصل إلى 2000 دولار والابتزاز بملفات أمنية وحتى تهريبهم بحجة فراص العمل أنبأ ومعلومات متضاربة تثار غير أن المؤكد بات أن أطراف لبنانية وسورية أمنية وسياسية هي من تسعى لإحداث هذه الأزمة لأهداف في العراق ولبنان على كل الزميلة هاجر معها تفاصيل ما يجري في لبنان وقصة تجنيد الشاب اللبناني في صفوف داعش بالعراق تفضلي هاجر مصد الخير لارة مصد نور إذن شبح داعش في لبنان يطل من جديد السيناريو يتكرر بأشكال وعناوين مختلفة والعين طبعا على طرابلس الشمالية مدينة المحرومين مصادر أمنية رفيعة المستوى كشفت للحدث أن نحو 45 شابا تم تجنيدهم مؤخرا القتال إلى جانب داعش في العراق جميعهم من مدينة طرابلس الشمالية وتحديدا من منطقة القبي وآبي صمراء والأسواق ووفق المصادر فقد تم اعتقال ما يقارب ثمانية شبان أعمارهم تتراوح بين ثمانية عشر وعشرين عاما من قبل مخابرات الجيش منذ شهر تقريبا وتم تسليبهم إلى مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام بحضور الشيخ سالم الرافعي وكشفت المصادر في معلومات حصرية للحدث بالاستناد للاعترافات الموقفين أن تجنيدهم تبمى عبر امرأة فلسطينية متزوجة من لبناني تدعى إمان بعجور من حي البقار القبي شمال لبنان نجحت في الفرار ومغادرة البلاد ولديها ابن موقوف الوسيلة لإغراء هؤلاء كانت المال حيث قامت المرأة بتغطية المصاريف المالية والمعلومات تشير إلى مبالغ بين 500 دولار إلى 1000 دولار شهريا لهؤلاء الشباب والمبالغ الأعلى دفعت طبعا للمهربين الحدث تنشر حصريا أسماء بعض هؤلاء الشبان الذين تم تجنيدهم لصالح داعش وهم عبد الرحمين فواز أحمد إبراهيم ويسام المغربي أسامة عوض أيمن الأخرص إبراهيم عرفة عماد ناصر من الضنية شاب من عائلة الدندشي أسامة ديب أحمد سالب هنداوي رائد الحلو وأيمن الخوجة وهذه صور حصلنا عليها حصريا لشابين التحقا بداعش في العراق من ضمن المجموعة نفسها وأعلن عن مقتلهما منذ ما يقارب الخمسة عشر يوما هما كما نرى على الشاشة أحمد كيالي ملقب أبو حذيفة ذهب إلى العراق وقتل هناك أحمد العدلي كما نرى أيضا على الصورة والدته لبنانية ووالده فلسطيني من منطقة التبيني في طرابلس الحدث مشاهدين أجرت مقابلة مع والدة أحد هؤلاء الشبان من البداوي شمال لبنان سردت لنا كيفية اختفاء ابنها يوم رأس السنة فلنشاهد طبيعته ابني أوقات بشاب أحواشي فأنا بكتير نمها لأيته جاءت حكيت مع أخوي أكبر بأنه قلت له ماما أحوق ما بيان قال لي ماما والد يكون بتكون أحدث المخابرات لأيته اللي هو immunity لأنه المخابرات بيأخذوا أي شي تصدور بيأخذوا أو ممكن يقم بالأي شي يأخذ يعني هل نحنا نتوقعنا ومما يخبرو أنه نحنا خذنا مثلا هيدا الخاب لأنه كان سجيناثيب نعم بأنه كان سجين سيبة ونمو خبرو فمسلا إذا الدولة أخذت شاب؟ إنه ما بيخبرو أهلهم أنه ابنه يكون عندنا هيدي اوكبر غلطة بعمل الدولة مع الاهيلي وقعدين وناطرين وكل خمسة اللي يعطي لي فعونه بيعطي مسكر بلاينا على هالوضع شي حوالي الخمسة ديان ومتقال لي هو وقت اللي حقيني كيفك موما كيف هو اللي كيفك كيف ساحتك كيف انو اخويتين قلت له كلنا منح بس انت كيفك وينك ومقال لي انا منح مني وما تخوفي لا يسفروا وأوضحت الوالدة ان ابنها تعرض للظلم سابقا باتهامه بملف امني لا علاقة له به اصلا وتم سجنه خمس سنوات فلنشاهد قلوا انو رح شابت بعد ما ابني اختفت تمان رح انو شابت هل عم يقولوا بالعراء بس انا ابني ما قالي شي ما قالي لا بعراء ولا بغير ولا بغير عراء اذا ابني اخذ هيدا الارار فهو بمكال الظلم فينا نحطه بمكال الظلم يعني انا ابني سلمته للدولة اللبنانية وهيدي كانت اكبر غلطة بحياتي هو شو كان تدوره بالاحداث اللي صاد احداث حنين شو كان ان كان هو وعن السبب الذي قد دفع ابنها للالتحاق بداعش قالت الوالدة بكلمات مؤثرة الظلم والفقر بيعمل كل شي فانو شاهد عم بيقولوا القوى الامنية انو التحق بداعش اي هم عم نقولوا هاك هل هناك مبرر لحتى ولا شو الظروف اللي خلوكوا يعمل هاك يعني انت شو عنديك مثلا شي تقولي انو ابني عمل هاك لانو هاك بدي اقول لك شي الفقر بيعمل كل شي والظلم بيعمل كل شي تتوقعي ترجعي تشوفي ابني اشعر الوقت بيعمر بشوف شو بتقليله بحبك يا ابني طيب الطرق التي يجري فيها نقل الشبان تبدأ من وادي خالد في الشمال اللبناني وعند اجتياز الجانب اللبناني يقوم السمسار اي المهرب باجادة الطرق الامنة لقتل المقاتلين الى تدمر السورية وتحديدا المنطقة التي يزال يوجد فيها حضور لداعش فيما يسمى السهل الاخضر وعقب ذلك يجري نقل الوافدين اي الشبان اللبنانيين الى العراق عبر خط فاصل بين سيطرة الميليشيات الموالية لايران وبين قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي خارج نطاق منطقة تسمى الـ 55 كيلو وعلى الرغم من وجود خناطق لعرقلة الحركة ووضع اسلاك شائكة وتكثيف ايضا المراقبة الالكترونية الا ان عملية النقل تجري عبر الحدود مع العراق عبر خناطق حفرها التنظيم تحت الارض اي تنظيم داعش وخصوصا في الشريط الحدودي الرابط بين السوريا والعراق حيث تجري وفقا للمصدر محاولات القوات العراقية لاكتشافها منذ العام 2019 ومن ثم يجري نقلهم اي شبان عبر شاحنات وتوزيعهم على مناطق عراقية متعددة فلنستمع الى تصريح لواء سعد معا رئيس خلية الاعلام الامن العراقي للحدث فلنستمع بعض الاحيان تكون هناك عمليات تسلل او محاولة تسلل من الجانب السوري باتجاه الجانب العراقي سواء لعراقيين مقيمين او متواجدين في سوريا البعض منهم متهمين بقضايا ارهابية داعش او غيرها هنا يكون عملية الجهد الامني الميداني لقواتنا الامنية العراقية من خلال المتابعة وايضا الجود الاستخباري وايضا عملية القاء القبض قوات حرس الحدود تعمل بصورة فعالة في عملية الانتشار والمراقبة اضافة الى القوات الاخرى التي تعمل على استخدام التقنيات الحديثة سواء الكاميرات الحرارية او كذلك بالمقابل الطائرات المسيرة وكذلك بالمقابل الخنادق الحدودية التي حفرت على مسار هذه الحدود السؤال هنا كيف نجحها هؤلاء بعبور كل حواجز جيش النظام السوري والميليشيات الايرانية الا يعني ذلك ان النظام السوري وحزب الله على علاقة بهذه الخطط لعودة الداعش والارهاب مجددا كان هذا كل ما لدي لا راه كما تعلمين ورقة داعش دائما تطرح على الطاولة السياسية عنده قرب كل الاستحقاق هناك خسارة صاحقة للانتخابات للميليشيات الايرانية في العراق وهناك استحقاق ايضا دستوري نيابي في لبنان قريبا بالفعل صحيح يعني لافت جدا ما تفضلت به هاجر وهو ايضا ما سوف نناقشه مع ضيفنا كمارك